اهلا بكم او العكس لكن مش ده اللي انا هيتكلم عنه دلوقتي العنصرية اشكال وانواع يعني انا اللي هقوله ده كلمة العنصرية تقيلة على انا هقوله بس ده واقع لازم في نوع من العنصرية كوميدي شوية في العالم انطبع انه كل اللي دلوقتي متخصص في برانشه او متخصص في تخصصه عنده نوع من العنصرية تجاه البرانشات التانية وده بيبان جدا على فكرة في الكلام البعض حتى وفي بعض يعني مما انتو توح لهم فرصة الكتاب عندما يكتبوه يعني مثلا تلاقي الدكتور متخصص في شيء معين ينظر الى علم التجميل مثلا على انه ايه البنات اللي عايزة تنفخ وتشفط وتعمل طب ما هو ده علم تنفخ ايه وبنت عندها ضمور في السدي رايحة تعمل تجبير في السدي لانه ده عمل لها نوع من الدمار في النفسية حالتها النفسية مش عارفة تستقيم ابدا وهي شكلها مش انسة خالص تبقى للمعايرة الطبية ده علم بنت عندها دي فهات في جسمها ومدايقها جدا جدا فراحت عملت شفط دهون ده علم فيه اسمه قسم الجراحات التجميل فيه اسادزة كبار جدا 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 وعمل قطب كبار موجودين في مصر وفي الوطن العرب في العالم ده هم شغلهم فلما نقول لهم مش عارف ايه شفته ده 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 تقليل من قيمة زملائك من قيمة اسادزتك او تلمزتك زملائك في الاخر انت بتقلل من قيمتهم تلاقي ناس عندها ايمان مثلا في المخ والاعصاب انه هم المفروض لهم اولوية وينظروا للمشاكل او امراض الجلدية على انها تأتي في المرتبة التانية لا ده غلط مفيش حاجة تأتي في المرتبة التانية في الطب كله مرتبة واحدة لانه مرض الجلدي ممكن جدا يكون قاتل وممكن يؤثر على الحياة ويؤدي في النهاية الى مرض عضوي عنيف جدا الحاسية ممكن تكون قاتلة هي فيه اكتر من ان اقولك ان فيه مرض جلدي اسمه الحساسية الحساسية يؤدي الى مشاكل تنفسية مفاجئة ويؤدي الى اختناق اه طبعا وارد جدا وده اسمه مرض جلدي في الاخر اللي بيعالجه استاذ الجلدية او استشاري الجلدية فكرة ان فيه حد اعلى من حد الكلام ده من قلب البيت قوي يا جماعة ان الجراحة يعني يحسوا ان هم لهم اولوية في المستشفيات على حساب مثلا اسازة الاشعة او على حساب اسازة التخدير ده على فكرة اسائل كتير جدا لفروع مهمة جدا في الطب في مصر وقال للمنفرص توجودة في الاعلام وهم ان في الاخر خسلوا يعني يمكن عدم ظهور اساس التخدير في مصر اضر بالجراحة اكتر واكتر لانه بقت الناس تخاف تعمل جراحات خوفا منه لانه مش عارفة اي شي عن التخدير خالص ولانه ما اوطعتش فرصة لده كادر التخدير انهم يظهروا في التلفزيونات والاعلام والصحافة ويتكلموا عن ما هي التخدير وعن قيمته قوته والتحدث في هذا العالم وقوة المجتمع الطبي التخدير المصري وتقدمه في هذا المجام احنا عندنا عنصرية كلنا كل واحد عايز تشغل لوحده تلاقي اللي بيشتغل نسا وتوليد عنده حالات متأخرة الانجاب لو مش عنده نظام متكامل وعنده دكاتل الزكورة دكاتلت بطنة هيقلل من قيمة اداء الاخرين ومش هيقلب انه هو يدخل بيهم او يدخل بالعيان بتاعهم في فحوصات خاصة بالفروع الاخرى فتلاقي عمالي عليك في الست والراجل محتاج عليك تلاقي عمالي عليك في الست والراجل عنده مشاكل في القدرة الانجابية فمش عايز يوديله الدكتور زكور لازم يبقى في عمل جماعي لازم نكسر بنا وبنبعض فكرة انا رأيي الاصوب والوحيد الكلام ده لازم يتغير لازم يتغير جدا ولازم ننظر نظرة عميقة جدا للعمل الجماعي لازم بسرعة نطبقه احنا عندنا مشكلة في مصر احنا الشاطرين او في العمل الفردي كل واحد اللي هو عبقري بيعمل شغل كويس جدا وبيكتد وبيعمل شغل يمكن برا في اوروبا لما يشوفوا هذا الحجم من العمل يزهله بتعمل ده كله بتشغل الساعة دي كلها عندك الجهد ان انت تنزل كل يوم تقعد الساعة دي كلها في عملك وتشوف الحالات بهذا الكام اه طب ليه ما تشاركش غيرك يبقى في دكتور بيعمل اشعة في دكتور تاني بيعمل الفحص الكلينيكي في واحد بيعمل حاجة اسمه في ممرضة بتاخد الهيستوري او دكتور صغير بياخد الهيستوري او تاريخ المرضي العين يبقى في حمل جماعي في اي مؤسسة احنا بتفتقد العمل الجماعي احنا عندنا مش بس عنصريات جاه التقصصات الاخرى عندنا عنصريات جاه الاخر عموما احنا الصح بخاف اول ادخل اي حد معايا لاياخد من نجاحي ده غلط كبير للغاية لازم نغير من هذا الكونسبت في عقلنا بالشكل كبير في الفترة القادمة وخليكوا دايما مع الناس الحلو هناك في حاجة اسمها جانرال كونتشن كل لعب دي تكنيج غريب تاني لازم البني ادم يوصل لحاجة انه يعرف يفتسر ما تطلعش الدكتور الجوات ليبت بواسر الدكتور اوعي تتقمس دول الدكتور تقويم الاسنان لعطي متاج افضل كلما كانت السرع افضل لا اسرع او اذا الناس تبعتنا على اساس انه متعلموا ثقافة هيستخدوا بيدنا زرعات قديمة بتدهالوا يعقامها وترجع تحطها تاني في ناس اعتقد ان جميع انواع الزرعات بتعطي نتيجة واحدة في مداد معروفة بتعمل احسن امتلس موجودة في العالم القشرة التجميلية حل دائم لتجميل الأسان وليس مؤقت كبعاً دوعة حل دائم يعني أنا بفضل تمام عن التبييض إحنا ممكن نعمل فيها زرعات ونعمل فيها شغل حلو جداً بس المريض يدي فرصة للدكتور إن هو ياخد قرار مزبوط إحنا جبنا النتيجة دي مفيش حاجة دائمة لكن لو إحنا سيبنا من غير جراحة ومن غير خيوط بعد خمس سنين الجلد دا حيبقى الدابل لماذا نترك أنفسنا حتى نصل إلى مرحلة مش جيدة؟ مكونات البوتوكس أساساً طبيعية وده اللي خلاه في مرحلة الأمان التام لازم نبقى عارفين تماماً إن الأمان التام يأتي بأن أنت تبقى متخصص وفاهم أنت بتحييك الأستاذ الدكتور حسام سيد مصطفى استشاري جراحة التجميل عضو الجامعية الأمريكية لجراحة التجميل عضو المنظمة العالمية لجراحة التجميل المدرب الدولي للخيوط الفرنسية أهلاً بكم كل ست ليها جمال خاص كل ست نحافظ على جمال هدى بس فيه ستات بيققوا يعيني حيرانين وده حق أهم في عالم التجميل العالم التجميل فيه جزء محير ست ساعة تبقى مش عارف هي عايزة إيه عايز توصل إيه هاي عايزة اديفو دات صلاحه ولا اديفوجات تصبطه هلها عندها داه ديفو فاعلا ولا دأ شكله كده كويس لما صلاحه صلاحه ازي مثلا لها ديفو في الدان عندها ديفو في الوش هتصالحه بشد الوش ولا بالخيوت ولا تصالحه بوتيكالم ولا تصالحه فيلر ولا تصالحه بالشلة دي كلها مع بعضها يعني فتة مشتاك فلر مخصوصة مثلا فدال هتزود فيها هو فيلر فيه تجعيد فوق هناllan جنبها لو احنا اشتغلناها هترفع الوش وتشد وفيه خيوط هتتحطها تدي نضارة للبشرة والجلد ولما الجلد يبقى فيه نضارة ويتشد شوية التجاعد كمان حاولين البقء ممكن تروح فالشفائف تفرد فمش محتاجين فلغة او يمكن محتاجين بس سنة فلغة صغيرة عشان ما نزودش الاوجمينتشن او نحمل الله الحية شوف الكلام اللي انا قلته علمي ده هو ده اللي ممكن يعمل حيرة للست والستات في الاخر تيجي تقعد وما اصعب حيرة الست لان الراجل بدفع تمانا غالي جدا الستات تقعد قدام الدكتور التجميل او جراح التجميل ايه نفسها تحياره يعني تصدر له مشاكل وبعدين تصدر له الحلول وممكن تصدر له الحلول عكسى بعضها انت دوقتي هتقولولي انت حيرتنا انت قلت دي كلام برضو فيه لاخبطة كبيرة يا ترى الست من الاخر عنوان ازاي نعرف دمىك عايزة ايه عايزة توصل لايه ده عنوان مهم جدا مع ضيف مهم جدا معي النهاردة طبعا ضيف العزيز الصديق والزميل العزيز وسوبرستار براحات التجميل استاذ دكتور حسام سيد اهلا بيك دكتور حسام سيد اهلا يا عمي جزينا اراك في التتويه اللي انا عملت تكا بس هي تقريبا هو ده اللي بيحصل كل يوم في الايادة يعني هو ده اللي بيحصل كل يوم في الايادة ليه ايه ودنك منين يجوح لا خالص هي هي بتبقى اه عارف انت ممكن تكون بتفكر وانت رايح اه الشغل في الايادة وبتفكر في صيامة العربية وبتفكر في بنزين وبتفكر في الاكل وبتفكر في لبسك اللي انت هتلبسه بالليل والخروجة بتاعت يوم الخميس فانت بتبقى جاي لو انا قلت لك صباح الخير هتقولهم لي كلهم فانا قلت عايز اقول لك صباح الخير بس فهي السيدة المصرية عموما لما بتبقى قهتة شوية او اروأ شوية او تبص شوية تبدأ تهتم شوية بنفسها بتلاقي ان هي عندها حاجات كتيرة جوة دمخها وجوة عنيها هي عايزها فهي لما بتروح تقعد مع دكتور التجميل هي بتروح عشان تقوله فهي زي ما انت بتقول هي بتصدره كل حاجة فلازم انا قادر ان انا ابقى بفكر قويس ان انا حردك خلينا نمشي واحدة واحدة طب اكتر حاجة مضايقانة ايه ثم اللي بعدية ثم اللي بعدية عشان نشوف احنا نقدر نعمل بروتوكول ايه وده صعب جدا على فكرة مع ايه ستة على فكرة من الناس الستات جمالهم فانهم عايزين يعملوا كل حاجة مع بعض اه جراح تجميل تراح وتجميل يا جراح اني راجل في معظم الاحيان وبرضو في جراحين ستات بس الراجل عموما غير الستة في حاجة ان الراجل عنده ده انبغي الراجل بكعبات كده سنة ديه يفتح السندوق ده يطلع اللي فيه وبعدين يرجعوا يقفلوا ويدور على السندوق اللي بعدية المشكلة اللي بعدية بزبط اه يا زي ما بيقولوا يعني السيدة من عظمتها انها تقدر تفكر في 500 حاجة وبنفس الطريقة بتديها كل الامية كل واحدة منهم ما ديها نفس الامية وتقول لك ان اقدر اعملهم كلهم مع بعض اه لكن الراجل هو لازم يعمل حاجة في حاجة ما يداش يعمل اتنين مع بعض الطب كمان كده بزبط الطب رجولي شو هي في الحتة دي هو بونا اصلا على بعضه اه هو التطبق برضو كده لازم تعبير حاجة وبعد حاجة طيب تعالوا نشوف مع بعض مع رحلة مهمة جدا في عقل المرأة احنا النهاردة انا النهاردة عنوان الحلقة انا النهاردة هبس بح وهفتح عقل المرأة وطبعا لما راجل يحاول يفتح عقل المرأة وشوفها بتفكر ازاي اكيد هيجو دهش فانا هحاول اشوف الستات بيفكروا ازاي تعالوا نروح في الابيض والاسود ورمان ابيض اسود ام رماني اول حاجة الستة بتتمناها في جراح تجميل وهي رايحاله انها تحس انه فنان انه عنده لمسة فنان لو ده قدر يوصلها او هي حاسته هترتاح نفسيا جدا هتبدأ تهدأ في جراح تجميل ومهند ستجور بتاع بتا لكنيد دول ابيض اسود رماني رماني الله رماني اله بالكون اه 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 لان تقريبا ايه اه السلسادات اذا من عام تا ازباح في العقل المرة السلسادات نوعين اللي بيجو القلونك او الااد اعنى هم نوعين نوع يساوي تلاتين اربعين في المية هما بيدورو على جراح تجميل الفنان الفنان الارتستيك اللي هيديها اللي هي رسمها في جمخها بالملي وستين في المئة من السيدات دول او سبعين في المئة من السيدات جايين عشان اللي موجود ده يعمل لها اللي هي بتحلم بيه هو مش مهم ازا كان فنان ولا لا بس هو مكتوب في الترخيص كده جراح تجميلي يبقى على طول مختارع وبالتالي ساحر عجيب معالي الوزير راحل احمل زكرا العازل في النصين اللي جاية عايزة للدكتور ارتستيك هي بتفضل تدور ما بين جراحين التجميل على دكتور عنده هس فني او هس تخيلي اكتر منه فني يعني ازاي هيقدر يوصل فين ويعمل ايه عشان نعمل ايه ستين في المئة تانيين هي جاية ما عندهاش فكرة هي عايزة ايه هي عايزة تبقى اللي هي عايزة وده بيخلي المشكلة عند الجراح نفسه ان هو يحاول يوصل لها الساتسفاكشن بتاعها او نسبة الرضاء بتاعها للي هي عايزة اللي هو مش عارف هي عايزة ايه طيب او عايزة حاجات كتير النحط الديناميكي النحط رباء الابعاد اسماء مغرية لاي ست لكن بالنسبة لجراح التجميل كلها في النهاية طرق تؤدي الى نتيجة واحدة او محطة واحدة اسماء تنصيخ القوان ابيض ابيض لان انا ارترك الكتاب نفسه اسمه ليبو سكالبتشور الكتاب الاساسي نحط القوان نحط القوان وهو نحط القوان هو تنصيخ القوان يتم باي طريقة ان كانت هو في الاخر بتاحت مسمى كبير اسمه ليبو سكالبتشور تتم بالاجهزة تتم بالدعات الديناميكي ورباع الابعاد والليبو سيلكشن كل دي مسميات صحيحة مية في المية هي عبارة عن سلالم كلنا بنتلحق في النحط التقليدي في الشفط في زي ما انا شرحنا قبل كده مرة انا وانت وفي الاعلى منه استخدام الاجهزة المساعدة اللي بنوصل بيها للحط الديناميكي الفور دي لايبو سكشن التخيولي في الحركة لايبو سيلكشن في عماكن معينة من العبارات لابرازها كل دي عبارة عن تنصيخ قوان في الاخر العيان او المريضة او المريض يبقى مبسوط باللي هو يوصل له علاج الترحولات الناتجة عن الخساسان او فقد الوزن الكبير جدا في عمليات تكميل المهدى وتحويل المسار اصبحت من اهم عمليات شد تنصيخ القوة او شد القوة عندكو دلوقتي اهم دلوقتي زي ما بيقولو مكسب لشد الجسم ابيض طبعا اه كان العمل الموضوع ده حد مهم جدا في البرازيل كان اللي هو ابتدى هذا الموضوع اللي هو total body nest اللي هو بتانجلز بتانجلز زيارتي بقى مؤسسة كبيرة مش هو اللي بيشتغل بس فعنده مؤسسة كاملة بتشتغل في تنصيخ القوام لان بعد التراهولات لو ما بتنزل كتير الجلد اه وخصوصا مع مزول العنيف بيبقى صعب قوي ان الجلد المايميك بتاع الجلد او القوة بتاعت اه ريتراكشن بتاعت الجلد انها توصل للمراحل الطبيعية بترجحها تاني ان الجلدي يريكويل كله زي ما الجلدي بيريكويل بعد الولادة بيريكويل بعد الولادة بنسبة 70% في سيدات بيريكويل بل معناها انه يعود مرة اخرى لحالته عشان كده دايما بيتبقى بعض الولادة بعد الولادات جزء 20-30% من الجلد فيه تراهول في بعض السيدات فيه سيدات اخرى ما عندهاش هده ما عنده 10-5% فما يبانش لكن هو دي الريكويل لو احنا نزلنا 50 كيلو او 60 كيلو الريكويل ده بيبعنيف شوية خصوصا لو هي كمان معتمدة على العملية نفسها ما بايتش معتمدة على انها تلعب معاها الرياضة وتزود تدافق الدم في الانسجة عشان تخلل الجل يتحسن اكتر فبالتالي هتبقى بها مشكلة في الجلد فاحنا بنعمل هذا الكلام بالبروتوكول اللي اتعامل من حوالي 8 سنين 9 سنين اللي هو بتاع بيتانجلز اللي هو تطور مع تطورات الاسازة والدكاترة بتاعتنا وبتاعت برا لها شكل معين والتنسيخ القوام بيها وخصوصا في التوتر بادي نيست او اعادة الهيكلة دي كلها كتير من الشباب دلوقتي وبرضو بعض البنات بتلجأ الى كمان رسم العضلات بعد شد الجلد 6 باكس يتعمل لهم 6 باكس 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 باكت ناكحة او الحكاية دي ابيض بس هو ابيض بس مش بعد شد الجلد احنا يعني هو ده بيتعمل مع شفط الدهون انا في الاصل شفط الدهون الحقيقة تنسيخ القوام وشفط الدهون نقدر نعمل فيه اه زي ما بنقول بان حتى حوالين شكل العضلة علشان احنا بنديك حافز بنديله حافز ان احنا بنبرز شكل العضلات اللي احنا هانا اللي انت تقدر تلعب عليها بعد كده دي طريقة انا برسم الشكل ده بعد ما برسم الشكل ده انت لو لعبت اكتر هتبرز الشكل ده بشكل اقوى واعنف فعلمي بالعكس الدنيا بتبقى شكلها قلطة في الدينة ان انا بشلك الدهون اللي حوالين العضلة بتاعتك بشلها كويس اوي بحيث لو انت اللعبت عضلتك هبان بشكل اقوى لكن هو الشكل الطبيعي ده بعد بعد ست سبعة تشهر هيبقى ده الشكل الطبيعي بتاعي اللي انا عملته بس ده شكل اه عضلات مرسومة وليست عضلات كبيرة معمولة انت لازم انت اللي تلعب عليها لكن هو من غير ما تلعب هو داشت لها بس انت عشان تبقى شكل ده لعب ده لعب شوية اه ده لعب عشان يبرزها بس تلعب الزبط بس هو عنده هذه التفصيلة اما اديتلك التفصيلة فانت باز انت بقى جوه الجاكت نفسه بتاعثر عشان انت توصل اللي انت عايزه هي يا جماعة عملية انت جاكت شيك قوي مفيش مشكلة خالص فيه وشاكت حلو وكل حاجة وحتى انت جاية عند بس تيلور شاطر رح اعملك تكسيمة كده بقى الجاكت اشيك ميت مر بزعب انت بتعمل هي دي التكسيم بزعب بزعب بتديله الايرة ونقل الجاكت محتاج يتضيق في النص شوية عشان يبقى سليم فتاة و الهداية دي بينك وتقدر وانت واقف تشوفها وانت قاعد وانت.. ايه! ايه أوهd ايه عمليها ابقى ؟ تعال ا recover مع بعض للحته مهمه ومسيره جددا انه متشوق لها لان اللي انا احط وفاق القباة مه swollen اليارده وأرجوك ما تجوبش ديبلوماسك عرجوك متهم والجاني والبرين مان يقوم بنحت الجسم؟ في حالات من السمنة المفرطة او الوزن ازاي دخول متهم او جاني او بريد هو متهم تماما مش هنقول جاني بس هو متهم هينحت ايه في السمنة المفرطة بدون الامن الموجودين هينحت ايه في السمنة المفرطة ده اسمه إهام إهام اه ما هو هام اه ما هو ايه يعني من اللغة العربية عندي اخوية اسهام لا ان هو يوهم المريضة امتهام اه لا لا نكمل كده اللي حلقة كلها والله لا في الاشتغال بزبط اه اشتغال مريض ما هو هو اوهمها ان هو يقدر يعمل هذا هو في علمين يا جماعة ان دي مع سزتنا يا اسميات منهم انه في بعض الاوزان يا السيدة شوية بنعمل لهم وشفت الدول عشان ده يتفحى خطوة للامام ده شيء مختلف ؟ ما هو ده اسم مشفت الدهون اه شفت إنت اخلت اسم شفت الدهون اه ما اسموش لا ما اسموش نحت القوام اه ما اسموش يعني تصبيت القوام اه يعني ما يسك اني ما تقناش حد عنده Audio overweight زيادة بدل ما يعمل حاجهًا كويسه في عمليات الани buscando�� incorقت erCor Jan ويستفيد مع ده كثرة الج考ات مع ده كثرة السم المفرطة الى baryatrica يا جراحة السم المفرطة بلزبط اه انا ممكن اعمل Shoft لحد عنده overt mand Mul مثلا عنده مشكلة عنيفة جدا في دراعه فانا هشيل جزء من الدهون في دراعه عشان تبقى المشكلة اعال لكن ماليه جعل بيه الجسم طيب اللي يدي اولوية او معنى صح او تفوق او يتحيز الجهاز على حساب بقية الاجهزة من فيزر او ليزر او لايبوساكشن ترادشن هو شايف انه الليزر او فيزر اعمال بقى يتكلم عنهم على انه هما دول شيء مختلف وحاجة عظيمة جدا والتانين دول اوانطهم او بمعنى صح يعني ده الساروخ وده ودي العجلة ده متهم ولا جنيه ولا بريد لا هو بريد لو دارس يبقى بريد لو فاهم يبقى بريد بمعنى زى ما انا قلتلك قبل كده عيما انت هي ضربات بنتلاحها سلال بنتلاحها احنا بنشتغل تراديشنال لايبوساكشن بقى لنا من سنة ستة وتسعيد التراديشنال هو التقليدي التقليدي بقى اجهزته بقالاته الطبيعية شفات الطبيعية شفات الطبيعية كل ما بتصغر كل ما بيبقى النتائج احسنة ومفيش ترومة وفيش كتمات از اكتر وهذه الطريقة شغالين بيها وحنفضل شغالين بيها المدة 200 سنة جايين احنا والاجيال كلها لجاي مش معقولة كل ما يبقى فيه جهاز مساعد هيديني النتائج افضل اقول لا خليني في التراديشنال التقليدية لا هطلع بالجهاز المساعد واطلع بالجهاز الاعلى وهطلع بالجهاز المساعد رفع ليه جهاز مساعد هو ده بيديك نتيجة احسن بس يتمد عليك انت برضو في الاساس هو في الاخر بس هو منت عشان كده بقولك بتدرس كويس فانت كل ما بتطلع سلالة ما ينفعش تقولي ان نتيجتي مع جهاز زي الريزر او اللايبو ساوند النهاردة في 2017 زي نتيجتي لما كنت بيشتغلها في 2004 بالتراديشنال وي لا طبعا عن نتيجة هناك كانت حلوة حلوة قوي زي التليفجن العادي اللي كان سنة 86 و 87 كان حلوة قوي اللي هو ال 16 بوصة ده لكن لما تلع 29 بوصة بقى عظيم لما تلع ال LCD بقى هايل لما تلع ال High Definition بقى اعظم مش معقول انت هتقولي النهاردة ان انت شايل في مكتبك او في قودة نومك تليفجن 17 بوصة عندي بس ده traditional انت جايبه بوصة عشان انت بتحبه انا بحبه يعني لكن لا انا جايبه روكلي الزكريات لكن انا قصدي في الاخر لو لقيته هتتفرج عليه لو هو ده اللي موجود النهاردة في المكتب هتتفرج عليه لو طلعت ال Reception عندك ولقيت LCD هتتفرج عليه برضه بس هتبقى الصورة احلى في المطش ها فهتطلق اللي هنا المريض ده بقى اللي شربة من نلحق اللي ما بتمشيش عالتعليمات مخبات وتساهم عدم اتباعها للتعليمات ان العملها ما تطلعش بالنتائج المزبوطة اول دي متهمة ولا جايبه طبعا جايبه جايبه على نفسها اه جايبه على نفسها عشان احنا عندنا اعتقاد دفين وغريب في مصر ان انا عملت العملية اكل براحتي بقى اخر ناس ما خلص بقى انا عملت اللي علي قدس كرسية لما بتيجي تاني ما بنعملهاش لا ما هو اللايف ستايل ما تغيرش وهي هتبقى ماشية عاملة عندنا وفي نفس المشكلة ان الناس شايفها هنا لسه تخينة او لسه مفيش تنسيق قوان يبقى انا اللي ما اوحش تعال بقى لوح الواهم والشك والاقي وهم شك ام يقين لبس الكرسي ضرورة مهمة جدا 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 كده تمام لا وهم ولا شك والاقي بيقين الى بحق صحيح الاسبي يلتزم بالكرسي والله انا خلال الثلاثة اة اربعة سنين اللي فاتو لا السيدات بقوا معارفين كويس اوي هم عايزين ايه ان المعلومات الطبية برضو بقت اكتر تطورا الشرح الطبي بقى اكتر السيدات بقى تفاهمة اكتر فبقى تعرفة ان ده حيعافظ لها على اللي هي تعبت علشانه فبقى بتلعب تلويس الكرسية وبيلتزموا عندنا والناس كلها لطيفة بس هي دي اهم حاجة عايز اقولها ان لما يبقى عندك فريق متابع كويس للمريضة او للمرضى الموضوع بيبقى احسن هما بيحسوا باهمية اللي بيطلب منهم سواء كان لبس كرسية او شرب مية او بتغليل ملح فبيتعاملوا مع الموضوع ان هو موضوع ذوء اهمية فاكر فيلم على الف مبروك فالف مبروك بتاع الأستاذ العبخاري حمد حدود طبعا في احدى المرات في احدى احلامه يعني مرات اللي كان بيصحب من النوم جاب عصات بيس بول عصات بيس بول مين اللي انت وعد يجري ورا الناس بالعصات مين اللي انت ممكن تجيب عصات اللي بيس بول وتروح له تبعيش اضربوا بيه عصات البس بول دي كان تقوص اه يعني اه بعيدة يعني انا ما وحبش اضرب حد لكن يعني ده تعبير بجازي يا جماعة يعني الكلام ده غلط قارس ومتقاس منه لكن دايما دايما بنقول اه يعني عرصات البس بول تنفع مع اللي هو الدكتور السغير اللي هو شايف ان الموضوع سهل قوي اه يعني ممكن يتقعد معاه بلاش عرصات البس بول يبقى يعنف على انه دوس شوية زيادة اتعلم اكتر شوف تكنيكاتي مختلفة متشوفش واحد بس بيعمل عملية شافت شوف كذا واحد وكذا تكنيك وكذا طريقة عشان تبقى احسن لكن القصة التانية اللي هو لا يفقى شيء وبيروج الاشياء غير موجودة في الحياة ده مش بتاع عرصات البس بول بتاع بنده ايه ده مفوش امل لكن اللي فيه امل هو ده اللي تقرس الودن ممكن تمسك عصات البس بول يعني تعمل حاجة بسيطة لكن اللي مفوش امل ده اه حتى ما انا مش بحتاج عصات البس بول هاي اعمل لنا ماس وعمل لنا دوشة هاي اه حلو اوي وخلي بالكو برضو بناسبة الدكتر انا ما بحبش هشوف الدكتور يقول لي ايه انا بهين نفسي اوي في الشهر وبشتغل كتير وبروح انا ما بحبش كده على فكرة مش حلو ابدا ان انا شوفك وانت بتنهج دايما انطلع من حتة جايب حتة بتشغل هنا بتشغل في ديف نص وبشتغل في الشيخ زايد وعمال تجري وما بتنامش غير 4 ساعات عشان تشتغل لا يا حبيبي نام كويس واشتغل على قدك وعيش على قدك هتستمتع وهتشتغل كويس جدا انا عايزك تروح رايق ونام كويس جدا عشان تعمل احسن شغل وتعلم احسن التعليم صح كده هو ده المطلوب ان انت لو عملتش كده اه كلنا عندنا يعني اماكن متفرقة لكن على الاقل تخصص لكل مكان يومه يومينه يعني وتظهر انت هتخصصه زيه لكن هو تبقى رايح مدي هزا المكان فيه اوفرلاب لازم يبقى فيه في الوسط بريك عشان تقدر تاخد نفسك عشان تقدر تفكر في اللي جاي اللي جاي انت اللي انت رايح له نا عشان كمان مينفعش تشتغل وانت مرحق الطب في جراح تكميل بالزيد مينفعش تشتغل وانا مرحق بص احنا متفخين تماما ان انا وانا سترسد مش هعرف اسوق العربية فما بالك بقى بان انا هعمل حاجات وحاجات دقيقة جدا في حاجات فجازمة انا اريح كتير انا سعيد جدا بهزي السيارة وحن دلع السلامة من موناكو طبعا يعني حاجة جميلة مؤتمر عالمي مؤتمر رهيب جدا جدا ويعني اخير تمثيل للشرق والله انا دايما بحب ان انا اقول ان احنا التواجد المصري في كل المؤتمرات الانترناشنال هو تواجد قوي وتواجد اقوى من العالمي وليس عالمي وتواجد دايما مشرف لي والاخواتي والولادنا انا بشوفهم دايما بشوف اسزتنا وشوفنا والناس اللي بتشتعل دايما بيشرفونا لان هو هما بيجبوا حط الانظار مش عشان هما بس مصريين او عشان المحتوى العلمي اللي هما بيقدموه على مستوى الراون تيبل والمناقشات لا طبعا ويتلاقي المؤتمر كله دايما ليه حديث عن واحد او عشرة من المصريين فبقى انشاء دايما بشرفنا اكتر سعادة اوي لما مؤتمر كبير ومصريين يحققوا فيه توابد انا بابا شديد السعادة يعني فخور جدا 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 المفسوط اول انت جيت النهاردة وشرفتنا وقرح اخناك وصحرناك لان احنا نسجل بعد الساعة الثانية صباحة شكرا بساس دكتور حسام سايد الكاينة في الناس الحمد خليكو دايب منها انما السريد برينتر بيعمل لي السنان بتاعت المريض نفسه موسيقى كل ما اعتقد ان احنا وصلنا الى القمة تباني ان احنا لسه قدامنا قبم اخرى موسيقى موسيقى التكويم كان قبل كده بلاي بفردية انا بلعب لوحدة طب بقولكو ايه بقى روح على المال يا تولي الجهاز ده موسيقى موسيقى الاستاذ الدكتور شادي حسين مدرس طب الاسنان دكتوراء علاج الجزور بجماعة عين شمس مأجستير علاج الجزور جماعة عين شمس زميلة كونغيرس العالمى لزراعة الاسنان عضو الجامعية الامريكية لعلاج الجزور المدرب المعتمد من جامعية العالمية لطب ااسنان الرقمية موسيقى اهلا بكم الجميع يعلم الان انه الاسنان انطباع مهمة جدا على الانسان روح اي حتة يا بشر سنانك حلوة تبتسم المسامة لطيفة ليه سبحان الله الدنيا ماشي معك راح تتقدم في شغل راح تتقدم في وظيفة راح تتقدم عايز تعمل مثلا راجل انت ممثل وعايز تاخد دور عايز تبقى اعلامي موزيع في حتة تلاقي الدنيا في حتلك والامور وانت نفسك واثر ومش قلقان وبتتكلم بممتال اريحية بتتقدم لوحدة نفس الكلام لعكس بقى انت راجل احملت في سنانك بخلت عليها بخلت عليها بقى في ناس سبحان الله يعني في ناس البخل هو ايه في تصنيف انا في تعريفي البخل هو ان حضرتك توجه فلوسك اللي معك اللي معهش ربنا يجزقه لكن اللي معه بقى لحاجات بهدى عن صحتك تبصت لايه واحد قاعد في الكافيه كل يوم عمال يصرف يعزم ده ويعزم ده وعمل نفسه يعني اللي هو المعلم الجامد اه كويس تبص على سنانك ليس ايه جد طب انت يا ابني المصارف انت صرفتها دي ما تروح تصرفها على سنانك انت تصرف واحد على عشرة منك عمبصة لايه واحد عربية الجنوت ومش عارف ايه والتمام والتلميع والمصاريف وبتاعها تبص على سنانه ومفيش ولا واحد في المليون من الصيانة اللي عملها العربية طب ما ده هلط يا كمان السنان هي اللي بترتح ابواب الرئيس اللي ابتسامة ابتسامتك دي ولذلك تبتسامتك في وجه اخيك يا صدقة ازاي هتبتسم في وجه اخيك وتبقى صدقة وانت سنانك وحشة خلينا بقى انا وبوقعين ما سنانك وحشة دي مش تبقى بقى ساعتها وانت بتبتسم في قش كده مفرحني يا تبقى مزعلني جدا فالناس البخل الحقيقي وانك تبخل على صحتك وتبخل على انك انت اسنانك تبع حلو المعنى ده النهاردة هنتكلم فيه بس في معالي تانية كتير قوي في عالم الاسنان وخلي بالكوا الحلقة بتاعت النهاردة دي فيها فن فيها جد وفيها بعض الحقائق الشهيرة جدا عن التركيبات ودورها الان في عالم التجميل تعالوا نتكلم النهاردة بالتفصيل لك اسمحوا لي انا رحم بضائف العزيز حقيقة كرزمة خاصة وحضور رائع وطبعا يعني ما شاء الله اجتهاد ما بعد اجتهاد ودايما فيه حاجة بنقولها مختلفة ضيف العزيزة القيمة العلمية المتميزة والاسم الكبير واساس دكتور شدي علي حسين أهلا بيكا دكتور شدي الحقيقة يعني جمهيرية بتاع له يوم بعد يوم ودي حامل جميلة قوي 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 بس عامل ما يدخل عجبت انا لمح بعيني كده عجبك حتة البخل اللي انا قلت ده فيه ناس كتير بتبخل على نفسها والله هو كمان بيبخل على نفسه ده بيانعكس عليه في ان هو بيبقى عنده حزن في عقله الباطن بسبب سنان والوحشة اللي عملها ومترسب في عقله الباطن ومسبب له حزن دفين يقعد معاه ايام وسنين لمجرد ان هو وفر لأ اصلا هوفر دي فهعمل الخامة الاقل او هعمل الدكتور الاقل مهارة علشان قطر ارخص مثلا خمسمية جنيه ولا الف جنيه فانا هروح للدكتور ده فيعمل لي الشغل وهو برضو ايه عنده نفس الجهاز تفاقيني اللي هو مختخيل ان الدكتور هو جهاز ولا الدكتور هو مادة فطبعا بيبص يلاقي نفسه ان هو باستمرار مدايق وباستمرار قاعد لأ ده سناني شكلها وحش ده انا كل ما حد يبص في وشه يعني احيانا الناس ما بتاخدش بالها ان انا مثلا ممكن يبقى عندي واحد بشوف وشي في وشه طول كل يوم كويس ومدايقني في شكله ابتسامته كل ما انت بتقول كده كل ما بص في وشه السنان شكلها كده مقبض مش مريح فافضل كل يوم بتاعه وبعدين لما ايجي اعمل سنان تلاقي نفسك ان انت ريليفد تلاقي ان الرياكشنز او ردود الافعالي الناس معاك تسرداني بتقول انا بتختلف طب هنروح بقى ليه الجزء الاول في حوارنا الابيض والاسود والرماني عالم التجميل اصبح متعدد عندنا تركيبات عندنا زراعة عندنا كمان قشور تجميل حالة الاسنان هي اللي بتحدد النوع المناسب للتجميل طبعا ابيض مش اسود ولا رمض ولا ايه حالة الاسنان طبعا هي اللي بتحدد طبعا ابيض حالة الاسنان بتحددلي هل السنة دي محتاج ان انا عدل اتجاهها بتقويم هل محتاج ان انا احضرها وحط لها تركيبة هل السنة دي محتاج ديش هاشيلها خالص وعمل لها زراعة وبرضو مهارة الطبيب واختلاف الخطط العلاجية يعني حالك ممكن توصل للنتائج مختلفة جدا بخطط علاجية فنية يعني في حتة كده كل ما بتتدخل فيها المختلفة او الخطط اللاجية المختلفة بتفرق او يعني لو جينا بسان على الحالة دي انت لو تلاحظ الناب اليمين ده اعلى من القطع اللي جانبه بشكل كبير اوي كويس فتلاقي فيه تعزيلات محتاجة تتعامل في اللاسة بحيث ان السنان كلها تبقى طول بعض من فوق قبل ما تشتغل التركيبات فتلاقي ناس كتيرة تبتدي تشتغل التركيبات الاول او القشرة التجملية على طول وبوص تلاقي ان القشرة التجملية عريضة وشكلها بتاعوا يقولك انا كتسناني الاول احلى وتبقى فعلا حقيق لما تشوف لما تعد اللاسة من فوق كل الاسنان وطولتها وتحط اشرة عليهم لا الدنيا بتختلف اختلاف كل وجود ايه طبعا دي يمكن الحالة كانت لسه عاملة الليزر فاللاسة لسه لونها ما كانش رجع لللون الطبيعي ولكن بتاخد لاتلها التيام وترجع وكمان اللي عايز يعمل بقى المجوهرات تحت الاسنان يحطها الاشرة هدي مجوهرات اه 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 التوزيولرز دي بتبقى شكلها شيك يعني وبنات طبعا بنات والكلام دا كلها اقوى اراج اللي يعمل الكلام اقوى اراج اللي يحط بجوه مش هيبقى كده اقوى اقوى فهي الكلام دا يعني الفن في اختيار الخطة العلاجية انت ممكن تستخدم نفس الجهاز وتعمل نفس الطحضير وكل حاجة وسنو غير ما تعدل اتجاهات اللاسة فده مهم اهو طيب السؤال القادم سؤال مهم جدا ونقف قدامه شوية ابتسامة الانسان زي البصمة كل واحد له ابتسامته الخاصة بيه هو ولذلك الابتسامة تحتاج الى معارة فنية وقدرة تخيولية وخبرات عند دكتور صانع الابتسامة الكلام ده اكيد برضو ابيض يعني واضح نحن وهذه دلوقتي في الابيض عبد الله سيد الرحمن الدول عبيض تمام عقف شوية قدام الحدة دي ليه لانه البنات بتحب بتقلد وفي نفس الوقت كمان الشباب يحب يستسل اليوم اقول لك ايه انا اروح ايا احد اعمل ابتسامة زي الابتسامة دي وعلى الكمبيوتر وتمام التمام الكلام ده يودي في دهي اولا موديش في دهي يودي في دهي السبب يعني هورح ريتك على حاجة انا في ناس كتيرة بتشتغل على اسلوب الستانداريزيشن يعني ايه الستانداريزيشن ان هو اعمل موديل للشكل الاسنان يبقى هو حافظه ويبتدي ان هو يحطه لكل الناس بغض النظر يعني هو مثلا زي ما كنا منتكلم على الحالة القبل كده هو مثلا بيشتغل الابتسامة عن طريق ان هو بيعمل اشرة بسا ما فيش حاجة تانية هو ابتسامة يعني اشرة او ابتسامة يعني طربيشن فييجي واحد طول اسنانه مناسب واللسة كويسة وكله تمام يبتدي ان هو يعمله الابتسامة تطلع حجمه فزميله يشوفه وقل له ايه ده الابتسامة انتاتك دي حلوة طب انا عايز اروح اعمل زيك يجي زميله ده يبقى عنده السنام قصيرة او شكلها صغير ومغطيها اللسة فيمكن شايف الحالة لما بنرسم الابتسامة تلاقي ان فيه سنانة عايز اللاسة بتاعتها تتعدله واسنان اللاسة بتاعتها مش عايز تتعدله فتيجي تقوم متعدلش تطلع على ابتسامة شكلها سيئ جدا فازم الستانرديزيشن او ان انا اعمل استنبع واحدة او طريقة علاج واحدة لجميع المرضى دي مشكلة يعني بص مثلا حالة زي دي كان عنده محتوط له حشوات بيضة على الاسنان او اشرة معمولة من الحشو الابيط طبعا انا يعني ما بغطناش بيها شويا طبعا بتبقى اه معظم بالوقت بتبقى نتياجها بتاخد بعد شوية في غريم بتروح اه بتاع فلاور تبقى حلوة بسبعة شوية بتبقى فيها مشاكل اه الفك السفلي فيه السنان فلاورد عاملين زي المروحة طلعين لبرة وسنان معوجة ومش عارف ايه والكلام دي كله اه اولا اول حاجة انت محتاج تغير اه الارتفاعات اللاسة في الفك العلو كويس الحاجة التانية ان انت محتاج تغير اشكال الاسنان بتاع الفك السفلي اشكالها غريبة جدا ومحتاج تطول اللاسة لتحت شوية علشان تقفل فراغات المثلثات اللي بين الاسنان في الفك السفلي فبنعد بنرسم رسم تخيلي لكلام ده بس مش بنرسمه تخيلي بقى نرسمه تخيلي الاول دكتور بيقول هيعمل ايه وبعدين يبتدي يطبق الكلام دي على الكمبيوتر ويبتدي يعمل تصميم الاتسامة على الكمبيوتر وبعدين نبتدي بقى ان احنا نعدل اللاسة ونبتدي نعمل الديزاين ونخرط الترابيش مكان دي الاماكس كراونز اللي طبعا المشهورة اللي احنا اتكلمنا عليها من زمان ما هدلوقتي انشارة زي ما اتفقنا اللي هو الاي ماكس كراونز او البورسلان الشفاف فلما تبص على الحالة الاسنان اتزبطت كويس الرصة التدويرة نفسها بتاعت الاسنان اتزبطت طولهم لازم يبقى مثالي كل فنة فيه جزء منها شفاف فيه جزء منها فيه جزء اغامق فيه جزء فتح الفراغات اللي تحت تلاقيها قفلت الحاجات اللي كانت فليردت عدلت كويس كل ده من ايه فليرد الفليرد دي يعني اعملون زي يعني مينين كده منفرجة منفرجة زي المروحة كده شوفوا اللي بقت السنان عاملة زي دي نتيجة ايه احنا محرك ماشي الجدر انما لعبنا شوية في اللاسة فلما بتلعب في اللاسة بتغير الاتجاهات بتبقى السنان ماشية مظبوطة والشكل بتاعها مظبوط واللاسة بتبقى اندماجها مع الكافر بيبقى اندماج هايل بحيس ان هو يديني لاسة صحية وبشكل ممتاز شايف الشكل كان قابل عامل ازاي وبعد عامل ازاي انت مطولتش للسنان اللي تحت طولت السنان اللي فوق خلينا نشوف الناس بتفكر ازاي انا بحاجة باسمع كلام الناس ليه لان كلام الناس فيه طرحة لمشكلة موجودة نظرهم زاء التخوفات هما حطينها كمقدسات وممكن يكونوا هما تكبروها في دماغهم لانه واضح ان فيه حاجة جينية بتخلي الناس دايما تتخوف انها تذهب الى طبيب الاسنان ما زالك موجودة في دماغ الناس لكن بتوع البحث عن او الناس اللي بتبحث عن تجميل الاتسامة بيبقوا متحمسين غير البحثين على اخماد الالم او تعالاج الامراض تعالوا نشوف مع بعض اللي هي هاتولين انا اسمي شريعان ابو كيلة بشتغل في مجال الاعلام مشكلة اسناني تعتبر مشكلتين او المشكلة هي مشكلة نفسية زي زي كل البنات بتكسف اتصور بتكسف اتحك بتكسف اتكلم بسبب اني اسناني مش مزبوطة المشكلة التانية هي مشكلة عملية ان انا بطبيعة شغلي اني بشتغل في الاعلام ان دايما بيكون انا بكون قدام الكاميرا فكانت مشكلة اسناني بسبب لي مشكلة كبيرة جدا طبعا رحت لكاترة كتير في منهم شخصني وفي منهم قميلي حاجات كتير جدا منهم زي التقوين مثلا كل الحلول دي ما كانتش بتنفع معايا علشان كانت تاخد وقت طويل يعني اه شلان اه مزيعة جميلة كانت مشكلة في الاسنان كانت بشي سامل تقوين يعني هي بالنفضة انها تذهب في طريق التقوين فالطريق البديل هو اكيد التركيبات او الخشرة التجميلية اي 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 ا احنا الفترة بتاعت الرتينر عشان خطر اللي هو الرتينر ده اللي انا حض حاجة تخلي السنين ما ترجعش تتحرك تاني فاحنا بنعمل حاجات بالتركيبات بحيس ان السنين ما ترجعش تتحرك تاني فنحل المشكلة بتاعت وقت الرتينر دي لما بنكون هنا هنعمل تركيبات في الحالات اللي هي بناندمك فيها التركيبات مع في حالات فيه حالات فيه الناس مبقاش عندها وقت خالص يعني بيبقى مثلا ايه يقولك لا انا مثلا بطلع في التلفزيون بشكل دوري فانا ما ينفعل انا محتاج مثلا حالك في 48 ساعة تكون مخلص لي بقى يقول له حاضر حد مثلا لا انا فرحي بعد اسبوع ده انا فرحي بعد خمس ايام وعايزة ايجي اعمل كل حاجة في خمس ايام وامشي هاضر ففي الحالات دي بنقوم عاملين ليزر وتركيبات فقط فبيبقى الحال عن طريق الليزر بتشكل لسع برضو بالليزر يمكن الحالة يبقى لها يمكن فترة يكون الليزر اللي هو اللي بيعمل الخطوط السودة ده لكن دلوقتي الليزر الجديد اللي بيو ليزر ده ده احدث بكتير ومبقاش فيه خلاص الخطوط السودة دي خلاص بتبقى الموضوع اسحل بكتير واقل بكتير للموضوع فبالنسبة لي بعد كده بنعدل اتجاهات اللي هست زي ما اتفقنا بعد كده بنبتدي نصور بعد ما بنحضر الاسنان نصور الفك ونبتدي نعمل حاجة اسمها لسماء الديزين او تصميم الابتسام ناخد الموضل بتاع الاسنان والفك ده ونزبطه بقى نركبه على وش المريض فنبتدي نقول له والله لا ده انت السنان دي انا عايزة اطول السنان شوية يا دكتور انا عايزة اقصر السنان شوية انا عايزة اخلي السنان فيها ميول بشكل معين اه الانياب دي لا انا عايزة اتبقى اطول القواطع عايزة اتبقى بنفس طول الانياب وبعدين نبتدي ان احنا نركب اه نقول او نخرط الكلام ده ونقول للمريض اه يلا بينا في نفس اليوم اللي هو شافه على الكمبيوتر نبتدي في ساعتها ناخده نلزقه ونركبه ويبقى عندنا اه الشكل بتاع الاسنان ايدل باللون اللي المريض عايزه بيدا جراجة الشفافية ودي ممكن من اهم الحاجات اللي دايما بتكلم عليها ان الشفافية دي هي اللي بتدي سن حياه انها لما بتبقى الدنيا مفيش شفافية كده بتبقى السن بتديني احاق بالصناعية يمكن دايما بنشوفها في بعض الممثلين فيمكن درجة الشفافية هنا في الاسنان لما شفنا اه اللايت كان جسره النور يقدر يعدي من المتاعه ده الطبيعة بتاع السنان البشرية يعني انت حركة النهار ده لو حطت اي اضاءة خلف اسنامك هتقدر تشوف الاضاءة من خلف اسنامك ده بيديك احساس بالحياة هنا بقى هيبقى معنى كده انه في ناس هتتحط في اه اخفاص الاتهام هنحطوها سواء كانت متهم او جنيه مريض قد يكون مريض قد يكون اختيار من منظومة طبية ما خدتش بالها فبالتالي هتتهم عشان كده هيأتي الجزء الاكثر اهمية ونشوف الدبلوماسية هتلعب دور ولا الصراحة ستكون هي الطالة المتهم والجاني والبرين من يواجه كل الحالات او كثير جدا من الحالات التي يقابلها في عالم التجميل الى القشرة التجبيلية ده متهم ولا الجاني ولا بريد هيلبس في الحيطة يعني integrate him in the h Ooooh يعني جاني وهي لبسوا في الحية لمدة الا Drum القشرى التجميلية هي بتعالج حاجات معينة تعالج شكل الور ما بتعالج نفس مدينة يعني لو انا عندي مشكلة في اتجاه السنة القشرى التجميلية مش هتعدله مثلا واحد عنده بروز في الأسنان ما مفعش احط له قشرى تجميلية حطهك قشرى تجميلية امتى لو نجد كنت اكتش اتعد الاسنان بالتقوم لكن لو مغدت canyon الاسنان بالتقويم واستخدامتها على كده لا يبقى ده مشكلة. حاجة التانية ان اشرة تجملية يعني مثلا حلفية ده هعمل لها اشرة تجملية عمل لها اشرة تجملية في الفك العلوي وممكن اعملها في كل الفك السفلي مع عدل نابل تحت ايمين ده. لو ما عملتش النابل تحت ايمين ده ما قدرش عامل فوق اشرة تجملية. ليه? لان هو هيغبط فيها هيطرعها. فالاسنان اللي مثلا الناس اللي عندهم عضة طيب تشوف منظر التحضير بتاع اشرة تجملية لكنك اعتصا مش محضرة يعني الناس اللي بتقولوا احنا بنكن من السنان يعني ممكن من الناس النادر اللي تجيب السنة قوية متحضرة. فلا يعني انا انا ربع ملي مثلا من السنة هو لا حاجة يعني. فا يعني جاي احد الناس بتكلم معي فبقوله بقوله بيقولي ده بيشير اثنين ملي. قلتوله اثنين ملي اثنين ملي ده كتير جدا. ده انت شلت نص السنة. وانا بتشير ربع ملي يعني. فربع ملي ده اللي هو تلتمية مايكرون مسلا. وانا بتزن حط الاشرة على الفك العلوي. بس كنا شرطين على المريضة ان احنا لازم هنعمل الفك السوفلين. كويس لان تخيل لو حرك وقفت بالفك العلوي بس على كده. وسبت المريضة كده. فالاشرة اللي في القاطع والسنة الناب اليمين دول هيترقع. كويس. فلازم نعملين الفك السوفلين وهيين عاملين فيه تحضير برضو اشرة ومس الناب والقطع اليمين دول المعهوجين نعملين هم اه طربيشة. اه المهم انما يبقى فاهم ان القشرة دي معمولة دي معمولة مش يعني حاجة ممكن تقطم عليها اه اكل شور ببتاع بس البارة فانشنال هابتس لو واحد مسلا بيقارق تضافره واحد بيقارق سيجار اه بايب مش عارف ايه الحاجات دي اللي بتبقى فيها سند على حاجة هارد في سمول بوينت في نقطة صغيرة. بتطلق على القشرة طب. فعشان كده القشرة حل هايل جدا 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 لما يبقى عندي الاسنان مرصوصة كويس جدا بس شكلها واللونها مش عاجبني. اه العضة الاسنان التجميلي التركيبات الخشرة التجميلية فيه افكار سبتة عند الناس ممكن من الصعب ان احنا نشلهلهم بين يوم وليلة. لكن انا هروح للجزء الثالث لو واهم مش شكل والاخرين نشوف قد ايه الموجود فعلا. وانا باسألك حتى لو لدينا واهم ولا حاجة هتقولي دي لسه موجود ولا لسه دي مفترة الاخر ولا تشغل خلاص باوهم من الوهم. الوهم التاريخي. اوكي? تمام. الوهم والشك والاخرين. وهم شك ام يقين? اه وهم مش اقول وهم عشان ما تباشر ان انا بقولي الاجابة يعني. لكن اقول اعتقد مشهور عند كثير من الناس انه استخدام القشرة التجميلية. استخدام مؤقت ولا يدوم وانها مصرها الى الهلك. هو بالتالي او انها هتبوز لان توقع يعني. الكلب ده هو اتوقع ولا شكل ولا خير. مش انا فكرت قوي ده. نا اقول لك شك. علميا لو اتعملت صح يبقى ايه. طيب اه خلينا نتكلم في النقطتين مهمين. هو الناس نفصل ما بين القشرة التجميلية والتبيض. مم. يعني الناس كتير قوي ساعات لما بطلع حالات على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك بتاعتنا القشرة التجميلية يقولك ده طبيض اسنان. كويس? مم. طبيض لا اسنان اه دي حاجة مؤقت. كويس يعني لما اعمل طبيض اسنان دي حاجة فورا ايفنت او اللي مناسبة او كده وهيرجع تاني. القشرة التجميلية اللي هو مش هيرجع تاني. كويس? القشرة التجميلية سببوزد ان هي بتقعد اه لحد خمساشر سنة. كويس? ما بيجرلهاش حاجة لو اتعملت صح بتقعد دكتور من خمساشر سنة ما بيجرلهاش حاجة. كويس? اه ولكن على حسب استخدام يعني انا دلوقتي انه عرض ما احنا القشرة التجميلية اللي هي الميتيشنز. يعني ايه يعني ماينفعش مثلا ان واحد زيان بقولك كده يفتح حاجة معدنية ببقه وما ماينفعش يقع عرق الضافره وماينفعش يأزأزلب الحاجات اللي فيها تركيز للقوة في نقطة صغيرة هتطرق على القشرة التجميلية او هتعمل لها مشكلة. ان هي في الاول في الاخر هتبقى رفع جدا على سطح السن. الوهم اللي موجود لسه عند الناس ايه? ان دي ان انا هبرد من السنة كمية كبيرة ان انا بقل عمر الافتراضي ان السنة ان ده حاجة صناعية مش هتبقى احسن من سناتي الطوعية لأ هي اه اختراع هايل لدوعي يعني لما يكون واحد مثلا عنده المينة فيها مشكلة القشرة تجميلية طبعا احسن من المينة اللي فيها مشكلة. واهن لما يكون واحد الشكل السنان مكعبات كده وشكله في فراغات ما بين الاسنان وشكله مش حلو حطوله قشرة تجميلية هتقفل له الكلام ده لما يكون واحد عنده كان حصل له تسويس وحطت حشوة ابيض القشرة التجميلية اكيد احسن من الحشوة الابيض كل الكلام ده يعني دواعي استخدام القشرة التجميلية لما مجرد ما حطيت القشرة التجميلية لا بالعكس حضرتك انت حفظت على السنة اكتر انت عملت شكل احسن وخليت سنانك ابيض من غير ما بتوع عط كل شوية تبايد فيها تبايد فيها تبايد فيها وترجع وتبايد وترجع يعني انت عايز سنانك بيضة بشكل دائل اعمل قشرة التجميلية عندك مناسبة عايز تبايد لها سنانك وانت ترجع تالي صفة ووحشة خلاص انت حاول بعمل تبيض فدي ايه هلوح نشوف شرهان الاعلامية والموسيقى عليها برامتر خاصة لانه هي على طول قدام الشاشة على طول قدام الكاميرا على طول الكمريفوكس قلوز اوب ابتسامة لا ازب تكون موجودة لا ازب بتكلم بحريتي ادي التباعات فبالنسبالها الامور ليها اهتمام كبير جدا بتعالوا نشوف ماذا قالت شرهان بعد العملية احنا دلوقتي خلصنا اول مرحلة وهي اسناني لفوق اول حاجة بعد ما خلصنا قلتولي ما انا عايزة بسرعة جدا فدلت وقفة قدام البلاية بدرجت من اما فضل الضوء مني وانا عايزة اشوف شكل جديد مستني اشوف اراء الناس مستني اشوف كومنت بتاع اصحابي حاس ان انا عايزة اي حد يقولي حاجة تدحك حتى لو مرتدحكش بس هدحك عليها برضه عشان بقى عندي سكة اكتر احنا لسه قدامنا مرحلة الاسناني اللي تحت انا متحمسة جدا جدا ان انا اجي بكرة علشان اخلص بقيت اسناني عايزة اشوف شكل ابتسامتي النهائية هتكون ايه نعم الحماس والسعادة بيبقى الانسان مش بيبقى خايف لانه السعادة جاية من ايه من ايه جاد وشيء جاية هو كان اساسا متخوف منه الفترات الطويلة طبعا ولقوا وشوف المنظر الطبيعي بتاع الاسنان متناغم جدا مع الابتسامة مع الضحكة مع الشفة لما بتطلع بتبين ايه من السنان اللي احنا عايزينه يبان اللي انا عايز اركز عليه اللي انا بحب ان انا اشوفه في ناس تبقى يعني اه فاعات كتير قوي افراد اولاد او بنات يبقى شكلهم عادي طبيعي مش حلو ولا وحش وبعدين ايه انت بتحب دحكته الشاطر هو الدكتور اللي يخلي الناس تحب دحكتك كالا عادة متألق وكالا عادة بيقول كلام يعني فعلا من قلب الاحداث وبصراحة تامة يعني المعارضة خدنا الصراحة التامة في حوار مهم للغاية خليكوا دايما فاهمين اسنان ببرزة تحتاموا بببرزة ده وارجوك والبخيل مش اللي مبيصرفش على الناس اللي مبيصرفش على نفسه ولي مبيصرفش على الناس اللي قريبين منه على براته اولاده كباب ممكن براتك محتاجة يا اخي عملية تجنيس نامها اولادك ممكن بتبخلش الحاجات دي مهمة او ما داعش فلوسك في الاوانطة بتبعش شخص طيب لدرجة السزاجة فتباع فلوسك في كافيه وعلى حساب الصرف على صحتك صحتك اهمه وبصرف بعد كده في اي حتة زي ما انت عايز وخليكوا دايما بالنسة ايه الارتباعة الوثيق بين السكر والسمنة وما بيبدأ يحصل زيادة في الوزن وزيادة في الدهون بيبدأ يحصل تراصبات دهنية بانكرياس وبالتالي وظيفته بتقل ان العرب ده يختفي بالمالطق لما الوزن يقل مع تطور عمليات جراحات السمنة وبالذات عمليات تحويل المصار بيحصل نسبة شفاء تامة من النوع التاني وتحسن كبير جدا ومرحوظ من النوع الاول في مرض السكر زي اكتساك الوزن ده السكر بدأ معاك ازاي وانا فعل زيناني كنت باتخاني بحصل خان افزوري مراخيري السكر باهي مع الانسان كأنه وحش بيفترس الانسان قدامه النهاردة بقلي شهرين عامل عملية خسيت بقل 22 كيلو المريض يبقى فاهم ابعاد العملية بيساعد كتير قوي في نسبة نجاح العملية في ده قبل بطب كبير في استروليا شمال اخترت ترجع مصر هو عمل معامة موجزة بتراحة